ثمن المراقب دائم لفلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور دور المملكة لفك الحصار عن المسجد الأقصى وما قامت به من جهود حثيثة في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلة بسفير المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة نحن نعبر عن شكرنا الجزيل وتقديرنا لجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الذي لعب دورا مميزا واستثنائيا في الاتصال بكل الذين يؤثروا على صناع القرار في إسرائيل بهدف الاستجابة إلى المطالب المحقة التي دعا إليها الشعب الفلسطيني بإزاحة كل العقبات من طريق الذين يريدوا أن يمارسوا شعائرهم الدينية الإسلامية في المسجد الأقصى والحرم الشريف نحن نثمن هذا الجهد بشكل كبير ونثمن بطبيعة الحال جهد زملائنا في الوفد المملكة العربية السعودية بقيادة الأخ السفير أبد الله المعلمي الذي هو دبلوماسي من الطراز الأول وقدير ونقدر كلماته الطيبة في مجلس الأمن هو دائما يقف معنا في كل ما تريد فلسطين ونحن نقدر ذلك ونعمل كأخوة دائما في إعلاء شأن القضية الفلسطينية في كل أروقة الأمم المتحدة والمحافل الدولية هنا في نيويورك وهو من أعلام الدبلوماسيين العرب في نيويورك الذي أعمل معه عن كثب وأقدر كثيرا نصائحه وأفكاره ومقترحاته لأنها تنبع من القلب والضمير الصادق الذي تعبر عنه المملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر